قبل مباراة الأهل والزمالك السبعة مساء السبت إن شاء الله في أستاذ الجيش في برج العرب المباراة مؤجلة من الأسبوع السبعة التاشر للدوري الوضع العام في المسابقة يقول إن هي مباراة ذات أهمية خاصة الأهل والزمالك دائماً وأبداً لقاء يستعصي على المنطق كل ما تسأل حد يقول لك إيه مش لازم الكويس يكسب طب ليه مش لازم الكويس يكسب؟ المنطق إنه الكويس يكسب لأنه الواضح إنه الكويس مقصود بيها اللي في حالة فنية كويسة لمن دول لكن حسابات القمة هي يوم القمة آه تسعين دقيقة لأن في عوامل بعضها في يدك وبعضها مش في يدك جزء منها المسؤولية اللي بنتكلم عليها لكن التوفيق التوفيق هنا توفيق لكل العناصر أنت ممكن جمهورك يجي يشجعك واترك أنت ممكن اللعيبة من فرطة حماسها تهدر الأهداف الحكم موفق أو مش موفق الكرة نفسها عايزة تطوعك أو لا؟ على ذكر النقطتين دول جمهورك لو دخل يشجعك ممكن يواترك طب مين العدد اللي هيدخل؟ والتحكيم كمانه النقطة اللي المهدس عاد لأشار إليها المباراة ربما تشهد أقل نسبة حضور في تاريخها لأنه حتى جزئية أن الناس بتدخل المنظمين على الأقارب على الأحباب واضح جدا أنه القبضة الأمنية المشددة في هذه المباراة ترغب في الخروج بها فعلا في الوضع الأفضل تنظيميا فتم السماح فقط لكل نادن بدخول 15 فرد يمثلونه أي مسؤول يرصد اللغوة واللي بيحصل والشحل والكلام ده يدرك أن الناس بتاخد الماتش في حتة 15 حسب ما تم في الاجتماع الأمني اللي عقد مساء اليوم في حضور المهندس عامل حسين رئيس لجنة المسابقات والقيادات الأمنية والعسكرية ومندوب من الأهل وآخر من الزمالك تم التأكيد خلال الاجتماع طبعا كان نادي الزمالك كمنظم للمباراة طلب زيادة عدد المسموح بدخولهم قال ألف وبعد كده نزلنا في الفصال لغاية خمسين لكن واضح جدا أن الاستقرار الأمني هم 15 واحد لكل نادي وبالنسبة للزمل الصحفيين يكونوا وفقا لكاشف تم إبلاغه من نادي الزمالك منظم للمباراة دات حد الكرة للجهات الأمنية فأي أعداد هتلاقوها برى عن الثلاثين 15 أهل و15 زمالك اعرفوا أن ده تسريب غير قانوني إنما القانوني والمتفق عليه 15 لكل نادي الـ 15 هم أعضاء مجلس الإدارة ويمكن يكون المدير التنفيذي واثنين معاه تقريبا أكتر من كده هيبقى زي التسريبات تم الاتفاق كمان على دخول الجميع سواء اللعيبة أو أعضاء مجلس الإدارة في كل نادي أو الإعلاميين من البابا رقم واحد المؤتمر الصحفي هيعقد في قاعة المؤتمرات اللي في الطبق العلوي في أستاذ الجيش قائد المنطقة الشمالية العسكرية شدت خلال الاجتماع طبعا باعتبار أن المباراة في أستاذ الجيش في برج العرب شدت على ضرورة الالتزام من جانب الجميع بالضوابط المنصوص عليها في الاجتماع سدت حالة من الود بين من دبي الأهل والزمالك والعمل حسين رئيس لجنة المسابقات قال أنه ما فيش أي تعليمات استثنائية من جانب لجنة المسابقات تخص هذه المباراة وطالب الناديين بالتحل بالروح الرياضية وفي نفس الوقت أكد على تعيين مراقبين اثنين بجانب منصق أمني واحد يعني فيه تلات مراقبين أو اثنين مراقبين ومنصق أمني لهذه المباراة اللي فيها تلاتين واحد بس بيتفرجوا عليها مع الجهاز الفني في الملعب كنت بتتكلم كمان على عندك تعليق على موضوع الحضور يعني الحضور ما فيش حضور في غياب يعني 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 فيه حاجة تابعا الأمن المدركة أي والشواهي بتقول أن فيه سعي لإحداث نوع من التوتر فخلاص يعني المؤمن المتش في الملعب بيبقى كويس الروح الرياضية بيبقى كويسة لأن هي المسألة مش مسألة أن أنت يعني بتخاف من الملعب لا ده أنت كمان ده البيوت نفسها والشوارع ممكن تبقى متوترة ففي مسئولية هنا لقيادات الأندية ومسئولية لقيادات الأجهزة الفنية والإدارية ومسئولية على اللعب ومسئولية على الحكم خلوا الناس اللي بره تستطيع